عقد وزير الصحة مساء أمس بمباني الوزارة بالعاصمة لقاء صحفيا مباشرا مع الصحافة الوطنية وذلك بمناسبة مرور عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في بلادنا وقد تم خلال هذا اللقاء استراض الجهد التي بذلتها الحكومة وقطاع الصحة على وجه الخصوص بالتصدي لهذه الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية عام لمواجهة كوفيد-19 شعار هذا اللقاء المباشر مع الصحافة الوطنية الذي نظمه وزير الصحة السيد محمد النذر والحامد بمناسبة مرور عام على تسجيل بلادنا لأول حالة من هذه الجائحة الصحية الوزير الذي كان محاطا ببعض أطر القطاع قدم حصيلة شاملة للجهود التي قامت بها السلطات العمومية وقطاع الصحة على وجه الخصوص من أجل مواجهة هذه الجائحة الصحية العالمية والتخفيف من آثارها السلبية والعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين عبر الموارد التي تمت تعبئتها من ميزانية الدولة وجاهزية المنظومة الصحية للتصدي لمذل هذه الأوبئة الطارئة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودتها أولا قبل وهو الحالة نذكر عنه في يوناير 2020 بدأنا بالمتابعة بدأنا لجنة مزارية قد تقع إلى مستوى التقني وعادت السمع أولا نسبوعيا عقبت عادت سمع يوميا نتابع الحالة من عند الصين وعادت تحولها وكانت مولي معنا فيها المنظمة الصحة العالمية وهذا على مستوى المزارة وعلى مستوى الحكومة الوقت اللي ظهرت في قدم الدول وعادت تخوش منها عدلت الحكومة وضعت في كل لجنة الوزارية اللي يترأسها الوزير الأول واللي فيها لجان متعددة واللي انخرط فيها حكماً جميع الوزارات القطاعات الوزارية وكلها عدل لجان يسوى لجان لجانة الصحة والآمن يسوى لجانة اللوجستية ويسوى لجانة التحسيس ويسوى لجانة الناحية الاتصادية وعادوا هذو اللجان يشتغلوا وسابق التظهر أي حالة للجنة قبضت قرار في فبراير بإغلاق حدود البلاد الجوية وبعد ذلك كعادة البحرية والبرية وحجز كل المخالطين إلى ظهر حالة في حالتنا ظهرت قرموا اللي حجزهم للناس اللي واجهوا من الخارج وقبضت بذلك جميع الفنادق الموجودين في نواق شرط وفي التشارة الكبارات من قبضوا وعادوا بل مسكن ونعرف ما الشيء لهم الناس ونقام عليهم وكانوا جهد كبير وهي اللي كان كل حد مواطن راشع ويا الله خارجي راشع يا الله يعطيك 14 يوم في فنادق وهذا عاوننا حتى فينا ظهروا حالات لولا يوم 11 مارس كانوا حالات في المستوردة وعقبوا واختفاوا الحمد لله مخالطين هم اللي انعزلوا لمنهم كان إيجابي زاده وداوة وفات الواية ووقفت الوباء ولا رجعت حقب ذاك ما هو في نص مايو كان هذا جهد قدرة الله تبارك وتعالى كان تأثير واضح عند ظهور الحالة وتبجيهات من خامة رئيس الجمهورية مباشرة عطانا أمر بالشفافية التامة وفي ذاك اللي يخلق في ذا الوباء وعادت اللجنة ويزارية عند كل اجتماع تعطي تقرير عليها وعادت لجنة متابعة لذاك الصندوق العام فيها الحكومة وفيها الحزاب وفيها المنظمات غير حكومية وعادت وزارة صحة دارة لكل لقطة تحرفه يومية اللي عادت يومياً تعطي الحالة وتعطيها بالشفافية موسيقى ومع تراجع تسليل حالات الإصابة بهذا الفيروس في موجته الثانية وظهور لقاح له بدأ قطاع الصحة بالإعداد لإطلاق حملة لتلقيح ضد الفيروس مع التوقع بالحصول على اللقاح مع نهاية الشهر الجاري تيرمو اللي نقول عن هاي الناس اللي كفل بيه وفر بكوفيد ما فيه اللي وطالب بأي وقية يسوى يسوى لدواه ويسوى الفحوص ويسوى الغذاء ويسوى الناس اللي عادت معاه كأي حد تخلز لكل جنحة كانت الدولة متكلفة به تماماً بدواه وبفحوص وبكيل وشراب وذاك أساسي الحكومة كانت عندها نية حسنة وهبت بالعجلة وهب الطواغم الصحية بالعجلة جدياً مملوا لا بقى منهم حديث والخصوصي ويسوى العمومي وهبوا جميع الفاعلين وهذا أعطى مولانا منهم الحمد لله نجبرنا نتيجة ذاك الحكومة داركة وأحلفة تهيئوا لهذا اللقاح راجين الله يخلق بعد أيام ما هو ياسرين بهم سبل متعددة وراجين الله نجبره ما هو باطي اللي واسرين الله نجبره بنهاية مارس إن شاء الله وتعالى ولا يعود هو روالي الأخرى اللي تتخلف هذا اللي موحول فيه العالم فردرك ما يعطي لقاهم حد المدى ما وقعت كل شيء اللي يعودهم وما هم مسؤولين عن شيء سفوشهم أننا هل نرفضوا عنهم كل مسؤولين هذا عددت الدول فر قال نحنا ما نلي عدلوه ما تكدنا منه بين اللي ما نلي هل نرفضوا خطورة عن شيء ما نمتكدين ما فيه حد حق خطورة على المواطنين وهذا يودينا نناقش معهم يدين تكدوا من هذا يقال نملي ذلك في الرقل في التوقيعات ناحية الثانية اللي هي اللي تفهم مدى في هذه المبادرات العالمية أنهم عندهم معايير نحن إن شاء الله رأى حامدين مولانا اللي حالتنا وبائية خفيفة ونحن مانا ياسر من الناس هما معاييرهم الدول اللي عندها ياسر من الخلق واللي الحالة في يمتين عندهم نظام إلى السبوع الماضي يمسؤولين هم اللي يعمل السبوع الماضي بينهم وسبوعين عشرة أيام ندور إن شاء الله يجيكم لقاحه وقالوا أنه بينهم وسبوع وعشرة أيام دوروا نحدثكم التاريخ ما هاتو حدو فيما يعني اللقاحات اللي من الصين ذلك النقش معهم صيفة النقل بهم ونحن هم اللي ننقلوه والخطوط الجوية الموليتانية جبرت أمر من الحكومة عنها تنقل اللقاح وعنهم حال ذلك لحاصرهم لا نظام غيره نظام النقل ما هو بالبساطة يعني إن عرف كان الطارة اللي يتربدو صيغال لي يتربدو بيها الدول اللي تخضع عليهم يعني أطلل لنا تخضفوهم بد ما يتنسي الفطري هذا هو المحول في ضر غير هذا اللي يطلل بجام كيفيت غير ما قد نقوله اليوم إلين يعود اللقاح أتعاد موجد قرار النهار اللي يخضع فيه قرار عند الحكومة وعند رئيس جمهورية دولي قبوها عادة هو عام في مواجهة فيروس كوفي 19 اتسمى أفق قطع الصحة بجهود مشهودة ضد فيروس شرس وذلك لكسب معركة عنوانها المثابرة والصمود والنجاعة في الأداء لإنقاذ أرواح المواطنين ومحاصرة الوباء أنهت مساء أمس بمركز ومغارة لداري وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفوة والأسرة رفقة وزير التشغيل والشباب والرياضة الأشطة المخلدة للعيد الدول المرى على مستوى ولاية داخلة الواذيبور وتضمن الحفل الختامي تسليم مبالغ عمالية لصالح التعاونيات النسوية في نوع أمخار إضافة إلى تقديم فقرات فنية مختلفة رقصات من الجرور الشعبي على وقع مديح خير البرية تؤديها ذرقة شعبية بمركز نوع أمخار الإداري ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة رفقة وزير التشغيل والشباب والرياضة ورئيس اللجلة الوطنية لحقوق الإنسان والوالي المساعد لداخلة الواذيبور حفل يأتي تتويجاً لسلسلة من الانشطة قام بها قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لصالح الترقية النسوية على مستوى تجمعات وقراء إمراجاً ضمن هذا التوجه أشرفنا معكم اليوم ضمن القافلة قافلة التضامن مع المرأة التي أطلقناها على طول الشاطئ من الواذيب إلى نجاقو على إطلاقها لمجموعة من الانشطة الهاجفة إلى تحزيز قدرات المرأة في نوا مقار خصوصاً وتمكينها من مشاركتها في التنمية حيث استفادت النساء من استشارات طبية مجانية فضلاً عن توزيع مواد قذائية على المواطنين الأكثر ضعفاً وتشخيص وضعيات سوء التقضية لدى الأطفال فضلاً عن انشطة ثقافية وتحسيسية تستهجف التنمية للوعي بحقوق المرأة كما تم تمويل أربعة مشاريع سنطرقها هذا المساء للنساء في نوا مقار متخصصة في الصيد التقليدي لدعم إنتاجهن وهو جهد سيستمر بحول الله من جانبه رئيس اللجلة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سارم الحبيني أكد أن هيئته تعمل كمستشار للحكومة في الإطلاع ميدانياً على وضعية السكان وتحسين المنظومة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية نحن عندنا جزء من الاطلاع على المشاكل الحقوقية للمواطنين المباشرة والهدف منها هو توصالها للحكومة يأكدوك المعلومات اللي ما توصلت لهم الحكومة وحدها والجهات الحكومية وحدها نوصلهم إلى أحيان وفعلاً كانت لمناسبة ذمينة مجيئة هون أولاً نذكر فيها عن ذي البلايدة يا الله ما تنسى موريتانيا عنها بلايدة عريقة وعنها عريقة في تاريخ موريتانيا خاصة في ميدان الاستعداد وميدان العمل وهذا ما هو ياسر في شعبنا استعدادهم للعمل خاصة هم اللي حد يعاونهم عليه أما عمدة نوام غارة صيد محمد وللحسن فقد ذمن باسم السكان الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية والعناية الممنوحة للفئات الهشة داعياً إلى تربية عدد من المطالب لصالح سكان قرى وتجمعات مركز وامقار الإداري وخلال هذه التظاهرة تم توزيع مبالغ مالية دعماً لنجطة المديرة للدخل على أربع تعاونيات النسوية في إطار برنامج قطاع الشون الاجتماعية والطفولة والأسرة الرامي إلى ترقية المرأة الريفية أولوجها للمقاولة النسائية وقد شهد الحفل أيضاً تقدم فقرات فنية متنوعة شملت عرضاً للأزياء ووصلات الموسيقية والشعرية عكسة نوع الثقافية للبلد وأهمية الدور الذي لعبته المرأة على مستوى قرى إمراقل أمر تفاعل معه جمهور الحاضو بتلك الناحية الواقعة في الجزر الجنوبي والجنوب الشرقي من ولاية داخلة والبو الفاغ ولي الشيباني قناة الموليتانية نوان قاد أصدرت شركة معادن موليتانيا بياناً أوضحت فيه وقوع حادث مؤسف من الليلة البارحة والمتمثل في سقوط بئر على بعض المراقبين وحسب المعلومات الأولية وبعد التواصل مع السلطات الأمنية والإدارية فإن المفقودين جراء الحادث في حدود ثمانية أشخاص أثمرت جهود الإنقاذ حتى الآن عن إخراج أحدهم وهو على قيد الحياة وفور تلقيها المعلومات باشرت فرق من الجيش الوطني والدرك الوطني وشركة معادن موليتانيا معاينة المكان الذي يقع خارج المنطقة المرخصة للتنقيب وفي المنطقة المحظورة وخارج تبعية شركة معادن موليتانيا وإذر هذا الحادث المؤسف تعلن شركة معادن موليتانيا تعبئة كل إمكانيات الشركة لإنقاذ المفقودين وهي جهود يشرف عليها الجيش الوطني والدرك الوطني والسلطات الإدارية تأمل أن تثمر هذه الجهود في إنقاذ بقية المفقودين جراء سقوط بئر التنقيب وأن يأخذ المنقبون مخاطر التنقيب خارج المنطقة المرخصة أو تجاوز إجراءات السلامة المطلوبة على محمل الجد تجدد دعوتها لكل المنقبين بضرورة احترام إجراءات السلامة المنصوصة والتي تم إطلاع كل المنقبين عليها كما تجدد تحذير المنقبين من المنطقة المحظورة والمغلقة عسكريا لما يشكله ذلك من مخاطر على حياتهم وأمنهم أطلقت مفوضية حقوق الإسان والعمل الإساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي في مدينة سيربابي عملية مساعدة لعدد من الأسر المحتاجة شامت المساعدات تقديم سلات غذائية لمئتي أسرة منتقاؤها وفق معايير شفافة بإشارة سلطة في ولاية جديماغ من مخازن مفوضية الأمن القذائي في ولاية جديماغ أطلق مفوض حقوق الإسان والعمل الإساني والعلاقات مع المجتمع المدني عملية توزيع مئتي سلة القذائية على بعض الأسر المحتاجة في مدينة سيربابي وأتأتي هذه العملية الملفذة بالتعاون مع مفوضية الأمن القذائي ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين الأكثر احتياجا بفعل جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية والاجتماعية شرفني الحضور اليوم في مدينة سيربابي لانطلاق حملة توزيع السلطات القذائية لديهم 200 أسرة في مدينة سيربابي وهذا النشاط الذي داخل بالتعاون مع مفوضية الأمن القذائي داخل في نشاط الحكومة التي تآزوا المواطنين وتابعهم أينما كانوا وهذا مهم حتى عند الحكومة عنها تآس المواطنين وتابعهم خاصة في ظل هذه المكافحة والتصدي لجائحة كورونا وقد تم انتقاء المستفيدين من هذه التوزيعات بالتسيق مع سلطات الإدارية مع مراعاة المستويات المعيشية للأسر المعنية بعملية التوزيع طعونا معارو طعونا دلوي بشاكر الدولة حتى ليه الأدل وزين عندنا حتى وبعاصلين فيه قبار ولانا طالبنا الدولة حتى لأننا أدتنا زين حتى وقار فينا حتى ونبقوها قاية يزيدونا حتى كأكرة مفوضية اللي ريناها في الوقت المناسب حامدين عليهم ولينا وشاكرينكم وتنفذ مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني حملة توزيع سلطات القذائية بشراكة مع مفوضية الأمن القذائي ضمن تشجيع سياسة التكامل بين مختلف أجهزة وقطاعات الدولة نحن اليوم بصدد عملية مهمة تتمثل في توزيع 200 سلة غذائية لصالح الأسر الأكثرها شاشة في مدينة سيليبابي وهذه العملية تجسد الشراكة بين مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية لهم الغذائي العملية اشترف على انطلاقتها مفوضة حقوق الإنسان اليوم وشملت 200 أسر مستفيدة عملية التوزيعات القذائية في سيليبابي جاءت بعد عملية مماثلة في كيهيدي على أن تشمل لاحقا مختلف ولايات الوطن ضمن جهود الدولة من أجل مؤسرة السكان والتخفيف الآذار الناجمة عن جائحة كورونا محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة سيليبابي انطلقت صباح اليوم على عموم التراب الوطني فعاليات المرحلة الثانية للأولمبياد الوطني لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم ويشارك في هذه المرحلة 1088 تلميذا من الروابع في التعليم الثروي والسوابع العلمية والرياضية انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد رالي العلوم يأتي بعد تأهل 1088 مشاركا من تصفيات المرحلة الأولى ذانوية البنين في ولاية واكشوت الغربية شكلت المحطة الأولى من زيارة الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح للإطلاع على ظروف سير المسابقة كما شملت زيارة التفقد هذه المراكز الرئيسة في ولايتي الواكشوت الجنوبية والشمالية الأمين العام للوزارة السيد علي سلا سوماري أكد أنه بتوجيه من الوزارة تسهر المصالح المشرفة على بذل الجهود التي تضمن سير الرالي في أفضل ظروف وضف أن هذا الأولمبياد يجمع تلاميذ الروابع إعدادية والسوابع الرياضية والعلمية وتجري هذه الجولة من التصفيات الثانية لرالي العلوم في جميع عواصم ولاية الوطن حيث سيتم اختيار الخمسين في المائة الأوائل من المشاركين للتأهل للمستوى الثالث من هذه المسابقة وتعد مسابقة رالي العلوم التي تنظم كل سنة فرصة لتنافس الإيجابي بين الأجيال في التحصيل العلمي أدى الأمين العام لمسارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح اليوم رفقة والي العصابة زيارة تفقد واطلاع لعدد من المرافق العمومية قيد الإنجاز يتم تشييدها من طرف قطاعه على مستوى مدينة كيفا تهدف هذه الزيارة للاطلاع ميدانيا على مستوى تقدم الأشغال في هذه المباني والوقوف على مدى الالتزام بالأجيال المحددة وفق دفاتر الشروط المتفق عليها شكلت مباني ولاية الأصابة المحطة الأولى من زيارة الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد أحمد والدداء ونطلع الأمين العام رفقة والي الولاية السيد محمد والأحمد مولود على الأشغال وعمليات الترميم التي شهدتها هذه المباني وفي مبنى المجلس الجهوبي قيد الإنجاز تعرف الأمين العام على مستوى تقدم الأشغال في هذا المقر واستمع من القائمين على المشروع لشروح فنية حول معايير الجودة المتبعة في إنجاز المبنى الذي من المتوقع اكتمال الأشغال فيه شهر يونيو القادم زيارة شملت السجن الولاية الذي ما زال في مرحلته الأولى ودار الشباب الجديدة قيد الإنجاز الأمين العام لمزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي أدى زيارة لمدرستين في منطقتين الغليق والنزاهة بكيفا حيث أكد أن زيارته تدخل في إطار متابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة في الولاية في إطار تابعة المشاريع التي تقوم مزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي بتنفيذ مصطالح الحكومة نظرنا فيها ست مشاريع من أثرت مدارس كانت مطالب ملحة للمواطنين من أجل تقريب الخدف التعليم في بعض المناطق وحل مشكة الاكتظار في مناطق الأخرى والعمل الحمد لله متقدم فيها وفيها دار الشباب كانت متعطلة وبدأ العمل فيها منذ السابع ولكن إن شاء الله هم اللي تبدأ ما هي باطية وقمنا بزيارة المرشة الجهوي كان العمل متقدم فيه الحمد لله وباني الولاية كانت فيها بعض الترميمات التقينا ببعض المقاولين وأكدنا عليهم أصراء الوزارة على تنفيذ دفاتر الشروط بالصيفة اللي أصل من الموقع بها والتزام المعايير المطلوبة والتقيد بالأجال القانونية اللي فيها سكان المنطقة طالبوا بتسريع وطيرة العمل بهتين المؤسستين مجموعة حي النزاهة طالبة من الدولة تسريع تنزيل هذه المدرسة وعودة التلاميذ لأماكنهم بناء هذه المرافق والمقرات سيساهم في تقريب الخدمة من المواطن وتعزيز العمليات التربوية وتوفير ظروف ملائمة للطواقم والمستفيدين من أجل أدايا عملهم على الواجه الأكمل له أشرف الأمير العام لوزارة الإسكان والعمران والسلاح الترابي صحبة والي الحوض الغربي في مقاطعة كوباني على تلشين مركز كوباني الصحية المركز الذي بلغت تكلفته وزيدة من 100 مليون وقية قديمة سيقدم الخدمات الصحية للمواطنين ويخفف من الضغط على نظيره القديم تعززت البنية الصحية في مقاطعة كوباني بمركز صحي جديد من فئة ألف سيوفر الخدمات الصحية للمواطنين تدشين المركز الصحي الجديد لكوباني أشرف عليه الأمير العام لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي السيد أحمد الدداهي ووالي الحوض الغربي سيد محمد مختار العبدي رفقة سلطات الأمنية والعسكرية بالولاية وعمدة بلدية كوباني السيد عثمان السيد أحمد الحبيب هذه المنشأة الصحية تأتي ضمن السياسة الوطنية لتقريب الخدمات من المواطنين في إطار زيارات الدورية نقوم بها من أجل متابعة الورشات اللي تقوم وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي التنفيذ باسم الحكومة قبل اليوم زيارة مقاطعة كوباني من أجل تدشين مركز صحي من فئة ألف في إطار السياسة اللي تقوم بها الحكومة من أجل تقريب الخدمات من المواطنين ونعمقوا إن شاء الله هم اللي بزيارة بعض المنشآت القيد الإنجاز فيها وهو النوب القائمين على المركز بالاعتنابي ومتابعة الصيانته هي مطرحة مهمة مطرحة مهمة للمواطنين أكثر من مئة مليون أوقية قديمة هي تكلفة مركز كوباني الصحي مركز يحتوي على أغلب التخصصات الطبية وسيضع حدا لمعاناة سكان المنطقة في التنقل بحثا عن العلاج شكر الدولة الموريتانية مثل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني لهذه اللفتة الكريمة للعناية بسكان مقطعة كوباني من خلال توفيرهم هذه الخدمة الصحية التي نحن لم نصب عنها وكنا فاصلين فيها والساكنة مرتاحة لهذا الإنجاز القيم الكبير لنائزة وزارة الإسكان من خلال الحكومة الموريتانية خاصة حكومة معاية الوزيرة والمحمد البلال وفي هذا الصدد نطالب بزيادة الكادر البشري لهذا المركز الصحي جديد ونطالب أيضا بالمعدات الوسائل الضرورية اللازمة لقدوا يشتغلوا بها الأطباء والممرضين في هذه المنشآة الصحية حالات المستعجلة والأممة والطفولة ومختبر للتحاليل وغيرها أقسام باتت مفتوحة في وجه السكان مقاطعة كوبني ذات الكثابة السكانية العالية وخلال زيارة والي الحوض الغربي والأمين العام لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي لمدينة كوبني وقف الوفد على سير الأشغال في إعدادية كوبني التي اقترب اكتمال بنائها لتعزز من بنية التعليم في المقاطعة وفي قرية حاس عبدي التابعة لبلدية بن عمان بالحوض الغربي دشن الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي النقطة الصحية في القرية لتلبي حاجيات السكان الطبية محمد عمر بن لول الموريتانية من مقاطعة كوباني الحوض الغربي عادت مساء أمس إلى أرض الوطن الوحدة التاسعة من الدرك الوطني قادمة من مدينة بانكي بشمهورية وسط إفريقيا بعد عام من الخدمة تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام في هذا البلد الشقيق تتوفر هذه الدفعة للتكون 140 فردا من بينهم 11 ضابطا على جميع الكفاة والتخصصات الميهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية على متن هذه الطائرة أفراد وحدة الدرك الوطني التاسعة القادمة من جمهورية وسط إفريقيا بعد أن أدت مهمتها الأمنية تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية العاملة في هذا البلد الشقيق قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبدالله والأحمد عيشة رفقة اللواء أحمد محمود للطايع مدير إدارة المصالح التقنية بقيادة أركان الدرك الوطني وعدد من الضباط قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني قدموا التحية لهؤلاء الدركيين ضباطا وضباط صف عرفانا لهم بالجميل على ما بدلوه من غال ونفيس من أجل تمزيل بلادنا أحسن تمزيل وبعد مراسيم الاستقبال أهنأ قائد أركان الدرك الوطني الوحدة على ما قدمت من أداء مشرف أثناء وجودها في جمهورية وسط إفريقيا على الرغم من خطورة الوضع الأمني في هذا البلد الأمر الذي تطلب الكثير من التطحية والجاهزية للقيام بما يلزموا وهما تم لله الحمد وها أنتم عدتم سالمين إلى أرض الوطن فنحن فخورون بكم يضيف قائد أركان الدرك الوطني ونبلغكم تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني الذي يعلق عليكم آمالا كبيرة وعودة ميمونة إلى أرض الوطن بدوره الرائد سيد محمد الجدو قائد الوحدة بيّن أنها غادرت البلاد يوم السابع مارس 2020 ومنذ ذلك التاريخ ويتخدم في وسط إفريقيا وكانت المهمة صعبة وشاقة من الناحية الأمنية وطبيعة المناخ وعلى الرغم من هذه الظروف تكللت المهمة بالنجاح وعاد الجميع دون الضرر بشرية وتتكون هذه الوحدة العائدة إلى أرض الوطني من 140 فردا من بينهم 11 ضابطا وعدد من ضباط الصف موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وذالث للوجستيك مجهزة بجميع اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية وكانت هذه الوحدة تعنى بعمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات العليا والاستجابة لطلبات الاستغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية في هذا البلد الإفريقي من مطار نواكشوت الدولي أم التونسي يعقوب اللصوفي الموريتانية أعلنت وزارة الصحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر حالات شفاء خلال 24 ساعة الماضية فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل بذلك إجمالي الإصابات من ظهر الوباء في بلادنا إلى 17 ألفا واربعمائة وثمانية وثلاثين حالة من بينها 16 ألفا وسبعمائة واثنتان وسبعون حالة شفاء واربعمائة واربعون واربعون حالة وفاة نظمت بلدية دار نعيم الليلة البارحة في مركز أشطة الفتيات بالمقاطعة أمسية ثقافية وذلك في طار الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة تميزت الأمسية بتكريم عدد من النساء على مستوى البلدية وتقديم قراءات شعرية فصيحة وشعبية وأغاني فلكلورية وسكتشات ومداخلات تعالج أهمية حضر المرأة في مراكز صنع القرار ودورها في تنمية البلد والمحافظة على المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة تكريما للسيدات الرائدات في مقاطعة دار النعيم واعترافا بدورهن الجلي في النهوض بالمجتمع وبما حققنه في مختلف الميادين والمجالات نظمت بلدية دار النعيم أمسية ثقافية لصالح نساء المقاطعة تحت شعار المرأة ريادة وتميز لقد كان العمل البلدي جليا في اتخاذ التدابير الكثيرة بتحقيق التشجيع وخلق فرص حقيقية لتعزيز مكانة المرأة ودورها في تنمية المجتمع ودعمها لإبراز ذاتها تذمينا منا لما لعبته من دور لا يستهان به في جميع نواحي حياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدية واحتفالنا معكم اليوم في مركز أنشطة الفتيات له دلالة فهو برهان على الأهمية التي يوليها المجلس البلدي للمرأة وإحدى المكاسب التي تحققت من أجل خلق بيئة آمنة تمكن الفتيات في دار النعيم من تنمية مهاراتهن وتعزيز قدراتهن وخلق جين من النساء قادرات على حمل لواء التمييز والنهوض بالمجتمع نحو آفاق التقدم والتطور وتسعى بلدية دار النعيم من خلال هذه الأمسية إلى المشاركة في تخليد اليوم العالمي للمرأة وتشجيع نساء المقاطعة على العمل والتنمية تخللت هذه الأمسية فقرات مديحية ومسرحية وعروض فولكولورية تعكس التنوء الثقافي للمجتمع الموريتاني انطلق صباح اليوم بمباني اعدادية البنات في كيفا الدار الثاني ومسابقة رئيس الجمهورية للأولمبياد الوطنية للعلوم وقد أدى الوالي المساعد بولاية العصابة زيارة تفقدية لمركز امتحانات الأولمبياد بهدف الاطلاع على ظروف التي تكتنف سير المسابقة في هذه القاعات من اعدادية البنات في كيفا تجري امتحانات الدار الثاني من مسابقة أولمبياد العلوم على مستوى ولاية العصابة الوالي المساعد لولاية العصابة أدى زيارة تفقدية لظروف سير الامتحانات الطلع خلالها على الجو العام الذي تسير فيه العملية قمنا اليوم بزيارة لمركز الامتحان في مدينة كيفا للإشراف والاطلاع على ظروف سير الامتحان وكما لاحظنا ظروف الحمد لله هي الامتحان ظروف جيدة تسير فيه أحسن الظروف باحترام لكل معايير كاملة معايير الصحية معايير التنظيمية كاملة تم احترامها في طار التنظيم المسابقة من أصل 422 مشاركا على مستوى ولاية العصابة تأهل للدور الثاني من الأولمبياد 70 مشاركا موزعين بين مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية هذه المسابقة تندرج في إطار مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للعلوم وقد أهل لها 70 مترشحا موزعين على الأقسام النهائية التي هي الروابع بالنسبة لإعدادية والسوابع بالنسبة للثانوية وذكر بأن ولاية العصابة حلت الرتبة السادسة في العشر الأول السنة الماضية المسابقة خلقت جوا تنافسيا بين الطلاب شحد هممهم وعزائمهم مستندا إلى ما زرعه الأساتذة في نفوس تلامذتهم من معارف أذكت جذوتها هذه المسابقات ومثيلاتها كنوع من تشجيع النهم المعرفي فعلا كانت منافسة حفتنا على التنافس الجدي والروحي بأنك تتنافس أولا على المستوى الولاي بأن يتميذيك على المستوى الوطني بأن يتميذيك ترفع على رأس المؤسسة التي تتقرى فيها وتسعانك هذه المادة فعلا تعني لك شي عدد درسة تيمدي وشاركت في هذه المسابقة وطلعت في بريمير تور وحالا الحمد لله نعبد لله دازين نطمح على نجاح البوق ونعطنا ونرفع رأسها ساتي ترقرها ونتعبوا علي يوهل المملي وعطنا بقى ننجاح ونردهم المعروف طموحي نجي إن شاء الله هو الأول في المسابقة وجايل يومونتي مثل مدرستي ومثل أساتيتي ومثل ولايتي سبعون تلميذا وتلميذة يمثلون نخبة أبناء إعداديات وذانويات ولاية العصادة تجاوزوا حتى الآن إلى الدولي الثاني ولا شك في نفس كل واحد منهم إصرار وعزم كبير على تحقيق الفوز والنجاح في هذه البطولة الوطنية التي ستحدد الأيام اللاحقة من سيربح المليون فيها ويحقق شرف البطولة عبدالله صوفي مدينة كيفا قناة الموريتانية ولهنا مشاهد أكرام نتقل إلى شبكة مراسلنا حيث ينضم إلينا من كيفا عبدالله واللصوفي ومن أطار الشيخ والأحميدي أهلا بكما معي في هذه النشرة لو بدأت معك عبدالله واللصوفي من كيفا عبدالله كيفا جرت المرحلة الثانية من مسابقة الأولمبياد الوطنية على مستوى مدينة كيفا جميل تحية طيبة لك وكل مشاهدي قناة الموريتانية كيفا هي الأخرى اليوم وعلى غرار بقية التراب الوطني جرت في امتحاناته الدور الثاني من مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأولمبياد الوطنية هذه المسابقة خاصة بالأقسام النهائية بالنسبة للإعدادية وبالنسبة للثانوية أي السوابع والروابع شارك في الدور الثاني سبعونة تلميذان منهم خمسون ولد وعشرون بنت وقد توزعوا على النحو التالي خمسة مشاركين بالنسبة للروابع الإعدادية المواد هي الرياضيات بسبعة مشاركين في الأقسام السوابع والفيزا بواحد وعشرين مشاركا في الأقسام السوابع طبعا والعلوم بسبعة وثلاثين مشاركا في الأقسام السوابع أما المشاركون في الروابع إعدادية فكلهم مشاركون في مادة الرياضيات عموما المسابقة ينتظر أن تتكشف لاحقا أن تفرز متميزين يعني نخبة النخبة وقد جرت هنا اليوم على مستوى مركز الامتحانات في كيفا في ظروف وصفها القيمون عليها بالمرضية ووصفها التلامذة بالممتازة وما لاحظناه هو التزام مسافة الأمان المؤصابها صحيا ضد جائحة كورونا وكذا تطبيق النظم المعمول بها في هكذا مسابقات شذافية الرقابة وتوهير اللوازم واللوجستيات الضرورية لإجراء هكذا مسابقات كل شكر لك عبد الله ونصوفي مراسل قناة الموريتانية حدثنا من مدينة كيفا ونعتدر المشاهدين الكرام عن الانقطاعات التي تخللت البث المباشر وهي أمور تعود إلى ضعف شبكة الإنترنت على مستوى المدينة وهي أمور خارجها عن إرادتنا على مستوى ولاية الحوض الشرقين طلقت صباح اليوم بثانوية النعمة المرحلة الثانية من مسار الأولمبياد لسنة 2021 بمشاركة 38 تلميذا في شعبتين الرياضيات والعلوم يجري هذا التنافس بين التلاميذ في الشعب العلمية من أجل نيل جائزة العلوم والتهديد للتشجيع التميزي والتحصيلي المعرفي وفي موضوع متصل تميزت المرحلة الثانية من مسابقة جائزة رئيس الشمهورية للعلوم في مدينة كيهيدي بسيارة من السلطات الإدارية والبلدية للتلاميذ المشاركين في هذه المسابقة بشقيها الأولمبياد والرالي وأجرت الابتحانات في ظروف طبيعية الولي المساعد لولاية قرغل السيد محمد محمود ولحمد المختار وعمدة بلدية كيهيدي السيد طاهر كوني بارادي حث تلاميذ المشاركين على العمل من أجل التفوق والتبيز في هذه المسابقة الهامة المدير الجهوي للتهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح على مستوى ولاية قرغل السيد محمد لمين وللولي قال إن الامتحان يجري في ظروف جيدة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية ويتقيد فيها الجميع بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مؤكدا أن ممثل ولاية قرغل في هذه المسابقة يصلون أكثر من سبعين تلميذن يمثلون الأقسام الروابع والسوادس والسوابع من التعليم الثانوي وتجري المسابقة في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم أصدرت القيادة العامة لأركان الوطنية بيانا أوضحت فيها أن ولاية تيريز زمور استشهد خلال فترة من الخامس عشر للتاسع عشر مارس 2021 مناورة عسكرية تحت اسم زمور إذنين ينفذ هذا التمرين في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الوطني ومواءمة وسائه البشرية والمادية بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة للتشهدها أنماط القتال ووسائل الحرب كما يوفر فرصة لتنفيذ وتطبيق مختلف أساليب القتال النمطية واللنمطية بغيط رفع مستوى التنسيق والأداء بين القوات الجوية والوحدات البرية ويهدف التمرين زمور إذنين العسكري بإضافة إلى ذلك إلى رفع مستوى العمليات القوات البرية والجوية وتعزيز قدرات القادة في مجال التخطيط والحصول على تقييم دقيق حول مدى تنفيذ المهام وإن نجاح الجيش الوطني في حماية الحوزة الترابية الوطن وقدرته على تحييد خطر جماعات الجريمة المنظمة يحتم عليه باستمرار تطبيق قدراتها الردعية والرفع من الجاهزية للتعامل مع مختلف أنواع التهديد في مدينة كيهيد انطلقت اليوم عمل ورشة التكوينية لصالح عدد من المهندسين والفنيين الزراعيين من ولايات غورغو لبراكنة ونواكشوت وذلك حول تقنيات زراعة القمح والشعير وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون بين بلادنا والمركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراد القاحلة التابعي لشامعات الدول العربية لتوطين زراعة القمح في بلادنا المركز الوطني للبحث الزراعي وتنمية الزراعية بكيهيد يحتضن ورشة تكوينية لصالح 14 مهندسا وفنيا زراعيا تحت عنوان الأسس التطبيقية لتحسين محاصيل الحبوب بالبيئات الجافة وشبيل جافة زراعة القمح والشعير نموذجا وذلك بالتعاون بين بلادنا والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي يأتي تنظيم هذه الدورة في ظرفية خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على الحياة الاقتصادية في جميع العالم مما حدا بالحكومة استجابة لبرنامج تعهداتي الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشهر الرزواني لإعطاء الأهمية القصوى لزراعة الحبوب بشكل عام وزراعة القمح بشكل خاص عمدة بلدية كيهيد يا سيد طاهرو كوني برجي أكد أهمية احتضان مدينة كيهيد لهذه الورشة نظرا لما تحظى به ولاية كورغول بمختلف مقاطعاتها من مقدرات زراعية ورعوية هامة وسيستفيد المشاركون في التكوين من تدريب مكثف على تقنيات بذر القمح والشعير سيستفيد الخبراء من التكوين على أسس أساسية لتمكينهم من الحصول على معلومات على محصولين أساسيين هما القمح والشعير ولا تفوت نهاي الفرصة لا أشكر السلطات العمومية على رأس سيد الوالي لإتمامهم الدائم للبحث الزراعي لقناعتهم بأنه المكون الأساسي للتنمية الزراعية لكل بلدي ويعد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة مؤسسة بحثية وتنموية عربية ترافق المهتمين بالحقر الزراعي في الوطن العربي تعد منظمة أكساد بيت خبرى عربي عريق وبئة حاضنة عربية للباحثين والعلماء العرب على مستوى الوطن العربي من أجل تنفيذ البحوث الزراعية وتطبيق نتائجها في الوطن العربي وخاصة في مجالات نشر أصناف أكساد المحسنة من محاصيل الحبوب القمح والشعير والذور البيضاء والدقن والحمص والموارد المائية وطرق ترشيد استخداماتها وتنمية وتطوير الأشجار المثمرة ووقاية النبات من الآفات الزراعية وتنمية شجرة النخيل وتأهيل المراعي ومكافحة التصحر وتنمية الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي وتطوير النظم الزراعية إضافة إلى تدريب الكوادر العربية وتنفيذ الدورات التكوينية وإصدار المراجع العلمية والفنية وسيتابع المشاركون خلال الورشة عدة عروض حول كيفية استخدام تقنيات اكثر بذول القمح والشعير ودور التكنولوجيا الحيوية في توصيف محاصيل الحبوب إضافة إلى أسس ومبادئ تطبيق الزراعة الحافظة لقناة الموريتانية رحمد البلال مدينة كيهيدي تشكل قرية الليكاتس ببلدية لكسايب اثنين وجهة تعليمية للعديد من القرى والبواد التابعة للبلدية في ظل جملة من النواقص التي تعيق العملية التربوية في بعض الأحيان ويطالب عدد من أباي التلاميذ بالعمل على حل هذه المشاكل من خلية شهيد مؤسسات تعليمية أخرى في ظل وجود كم كبير من التلاميذ على خط التماسي بين ولاية ترالزا والبراكنا تقع قرية الليكات التي تعتبر واحدة من أكبر القرى ببلدية لكسايب اثنين من حيث الكذافة السكانية تتوفر هذه القرية على مشيئتين تعليميتين مكتملتين الفصول إحداهم ابتدائية والأخرى إعدادية لكن العملية التربوية فيهما تجري في خضم مجموعة من التحديات من أبرزها نقص الكادر التعليمي وغياب بعض الأدوات واللوازم المدرسية حسب ما يؤكد هؤلاء المؤسس تميش شاء سنة 2016 والآن تحوي ما يقارب المئتين من الطلاب بها أربع فصول لكن تعاني من بعض النواقص النواقص بالكادر البشري ينقصها الآن أستاذ اللغة الفرنسية منذ عوام متتالية لا يحضر لها أستاذ اللغة الفرنسية وعندنا نقص بأستاذ التاريخ وبقية المواد الحمد لله مقاطعة هذه العدادية كانت السنة الماضية معدلة فيها السنة السابقة الماضية معدلة فيها مسابقة ختم الدروس العدادية هذه المواد الأساسية والمواد العلمية كيفية الفرنسية والرياضيات ما قد جاءنا أستاذ لهم وسعيا إلى سد بعض النواقص التي تعيق سير الدراسة داخل هاتين المؤسستين شرعت السلطات البلدية مؤخرا في توفير بعض المعدات التي يحتاجها التلاميذ وسط مطالبات بالتشييد ثانوية عامة في أقرب الأجال هذه قرية ينقلها اللقات من أكبر قراء بين بوكة وورسو فيها العدادية وفيها مدرسة ابتدائية مدرسة ابتدائية فيها 6 تقسام 400 من التلاميذ والإعدادية فيها تقريبا 26 أعلى 200 وفيها البلدية هي الإعدادية التي حكمها في هذه المنطقة تتوافد عليها الناس من القرى المحاذية للقرية الظروف للمعلمين والأساتذة ونحن موفر لهم مساكن كقرية وكعمدة المعلمين عندهم والأساتذة عندهم الساكن وعندهم حالتهم كانوا موفراء لهم وعندهم المجاني والطاولات كانوا موليما هم مجدفة على مستوى المؤسسات وتكفلت بهم وعدلوا فعناها عن البناء الجاهزة البنيات الجاهزين والظروف كاملة متوفرة والطالبين تكميلت هذه النواقص التي قال لهم هذه المؤسسات ورغم مختلف النواقص التي يتحدث عنها البعض تتواصل الدراسة في هاتين المشأتين التي تعتمد عليهم عدة قرى وتجمعات سكنية عبدالدود السدنة الموريتانية قرية اللقات بلدية الكسايباثنين شكرا لسلم وليحفظ ليرافقنا إلى الحد من المسائية بلغة الإشارة ممود البركة ماصة أحد الشباب المستفيدين من برنامج مشروع المستقبلي من مول من طرف وزارة التشغيل والشباب والرياضة بولئة أدرير منات اخترى هذا الشاب تربية وبيع الدجاج المحلي بمقاطعة أوجفت كمشروع لما تكتستي مادة اللحم البضاء من إقبال لدى ساكنة المقاطعة ممود البركة ماصة شاب من مقاطعة أوجفت بولاية أدرير كل صباح يتوجه نحو سوق المدينة المركزي ليبدأ عمله الروتيني اليوم في محله الخاص ببيع الدجاج المحلي الذي خصص له هذا المكان لتربيته ورعايته فيعد هذا المشروع التجاري المدر للدخل أحد ثمار المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من برنامج مشروعي مستقبلي التابع لوزارة التشغيل والشباب والرياضة والآن من هذا الشباب الموريتاني اللي عاطل على العمل واللي كان يحلم بمشاريع عنده أفكار حامل أفكار ويودلها التمويلات وتميت اللآن ترصت لنا جبارت هذه الفرصة المشروعي مستقبلي ترشحت من ضمن ولاية أدرير فيه توراق مثل اثنين على مستوى اللايحة مشروع يتمثل في هذه المرجنة اللي طرعوا فيها هذه المرجنة فكر كان عندي هو استراحة ومفقودين في المدينة هذا الدجاج معروف فوائده الصحية اللحوم البيضاء معروف فوائده يقول صاحب المشروع الذي انتوره طويلا إنه اختاره من بين عدة مشاريع كان ينوي القيام بها لما يكتسيه من فائدة اقتصادية موفرا من خلاله مادة اللحوم البيضاء بطريقة تراعي المعايير الصحية المطلوبة والحمد لله رفتنا ربين منهم دفعة دخلناها السوق ورات إقبال كبير وفرقت به اللي عادة إنسان عادتهم تناول الناس كامل وثمنا صاحب المشروع فكرة برنامج مشروع مستقبلي لما يتيحه من فرص عمل للعديد من الشباب في مجالات تجارية مختلفة فوجفت مرتاح اليوم لأنني عندي فرصة عمل شيخة نسيرها ومعايا مجموعات من الشباب مستفيدة برأس مال يقدروا يدولا بدأ بسيط يا غير راشي نتخلق توسيعه وعلى أن يعقب يعود مشروع عملاق الحمد لله الناس موليهون مرتاحة أنها توكل الدجاج تشوفوا إلى ينجي ويربى بين يديها ويثبح بأيادها ومطمئن عليه وشاكرين الوصارة مرة ثانية وشاكرين الناس كاملة موليهون الحمد لله نشرهم بالكمية معند مجانه الحمد لله نشرهم بالكمية ونبيعوهم بالسقر نشرهم بالكمية بطرع عشر مية للجي والحمد لله نوزنوهم عندنا نوزنوهم بكير واربع وليبار الحمد لله للمواطنين مستفادين منهم إن شاء الله المواطنين هم الحمد لله ويهدف مشروع المستقبلي الذي يدخل في برنامج الحكومة إلى تمكين الشباب من مشاريع مديرة للدخل مما سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي لهذه الفئة من المواطنين الشيخ الحمدي الموريتانية أوجهت وبالعودة إلى شبكة مراسين ينضم إلينا مدينة طار مراسين الشيخ الحمدي مساء الخير الشيخ مساء نور ميناتا ومحمد الشيخ ما مدى استفادة الشباب بولاية أدرير مشاريع برنامج مشروع مستقبلي وهل هناك مستفيدين استطاعوا أن يحققوا نجاحا مثل ممود البركة نعم ميناتا بالفعل كان لولايات الشمال نصبها من برنامج مشروع مستقبلي هذا البرنامج كما تعلمون التابع لوزارة التشغيل والشباب والرياضة فكان هنا على سبيل المثال على مستوى ولاية أدرير استفادة تلازين مشروع من هذا البرنامج هذه المشاريع تختلف فيها مشاريع تجارية وكذلك هناك أيضا مشاريع تنشط في مجالات مختلفة كالزراعة والسياحة هناك منتجع مشروع مستفيد هنا على مستوى ولاية أدرير من منتجع سياحي في هذه الولاية السياحية التي استقطب سوناويا ألاف السواح هنا على مستوى ولاية أدرير اكتشفنا خلال رحلة فريق من مكتب الموريتانيا في الشمال إلى مقطعات وجدت هذه القصة مع الشاب ممود هذا الشاب الذي استفاد وكان منذ زمن طويل وفكر في إنشاء مشروع وجاءت هذه الفكرة وقدمها للوزارة وتم قبول هذا مشروع الذي المتمثل كما رأيتم في التقريض آنفاً المتمثل في تربية الدجاج المحلي وبيعه وهو مستفاد ما شكل حركة اقتصادية معتبرة داخل السوق وعمل مع هذا الشاب بعض النسوة الذين يستفيدون من هذا المجال يبيعون له هذا الدجاج وهو ما يشكل داخل المعتبر ليس المستفيد فقط هو بل هناك أيضاً مستفيدين آخر من هذا المشروع المهم الذي يعبر عن رضاها عن هذا المشروع عن هذه الفكرة الجيدة التي شكلت فرصة كبيرة لعديد الشباب الذين كانوا يعني يحملون مشاريع يتمنون أن يتم تحقيقها وقد كان ذلك والله الحل شكراً لمراسلنا مدينة أطار الشيخ الحميدي شكراً لك نظبت جمعية المرأة للتربية والثقافة ندوة ثقافية ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة تحت الشعار البرأة الموريتانية وطموحات الرياذة والعوائق والآفاق وذلك بحضور عدد من النساء الفاعلات في المجتمع المدني وعضاء الجمعية الأمن العامة الجمعية السيدة التقي المختار ثمنت الجهود الكبيرة التي حققتها المرأة الموريتانية في مختلف المجالات مبينة دورة الجمعية في إبراز مكانة المرأة في المجتمع وقد تخللت الندوة مداخلات لعدد من السيدات الأشطات في المجال الثقافي بالإضافة إلى تقديم إلقاءات أدبية وشعرية تحفيزاً للمرأة على اندماج في الحياة الاقتصادية وإذبات قدرتها على المنافسة قامت بجموعة من النساء بتكوين التجمع اقتصادي يرمي إلى الرفع من مستوى المرأة ودعمها لخلق أشطة مدرة لدخل تساعد في استقلالها الاقتصادي دعماً لعمل المرأة وتشجيعاً لها على العطاء في المجال الاقتصادي انضوت مجموعة من السيدات الموريتانيات تحت عنوان اتحاد مؤسسات النساء من أجل الرفعية من مستوى المرأة ومساعدتها والدفاع عن قضاياها اتحاد مؤسسات النساء يضم 30 ألف أمرأة من جميع الحائم الوطن الموريتاني ونحن كاتحاد ارتقينا ان نجمع فينا جميع العليات فينا الحمد لله سيدة الأعمال اللي مرموقة ومشاء الله وعندنا الممالي بايع المتجويلة بعد أن ياسر للمرأة فتنا قرضنا لها وفتنا موّلنا وفتنا بننا السوق في الترحيل وفتنا الحمد لله من الله تبارك وتعالى موّلنا قدر من العليات لكن كوّنوا العليات على التجارة علموهم كيف الصيفة يقدروا تاجروا بيها يأكل أطيناهم فضل ما يبذروه ولا يخصروا وسيروا بيها مشاريعهم لكن لا يعذروا وأتوف الحمد لله النساء المستفيدات من هذا التجمع النسائي ذمّن الجهود القيمة التي قيم بها لصالحهن مؤكداتنا أن دمج المرأة في الدورة الاقتصادية أصبح ضرورة تفرط نفسها في واقع الحياة اليومية وكانت المرأة الموريتانية في الدار قاعدة ياسر منها ما سامحوا لحظ في الدراسة والعيال ولا أسمح لظروف ويشارك عدروا هاي الفكرة الرافع عن مستوى أختنا المرأة الموريتانية إياكي نخضب الأخوات لا جيت أنا ومجموعة فتبارك الله من السيدات وجاونا وفتحونا الحمد لله دفاتوا فتبارك الله ورأيني شاكرتها وشاكرتها فتبارك الله هذه النساء اللي معاها قدر الله استفدنا من هذا وسائل المشاريع فتحنا سوق في الترحيل واستفدنا من ويبقى هذا النوع من المبادرات الهادفة إلى الرفع من شأن المرأة وإشراكها في جميع المجالات الوسيلة الأنجعاء لتقدم الشعوب ورقيها قديما قيل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة فالمرأة نصف المجتمع وهي المربية للنصف الآخر مما يعني أن إدماجها في الحياة الاقتصادية أمر لا مناصم لقناة الموريتانية حياتي أحمد يوسف وكشوت ستمت تمس بمقاطعة تيارة فعالية البطولة الوطنية للتيكواندو أقل من 15 عاما وقد سلمت في ختام هذه البطولة كوس وميداليات الفائزين الأوائل في مختلف النزالات التي عرفتها الدورة شكل مقر الاتحادية الموريتانية للتيكواندو بملعب تيارت في ولاية واكشوت الشمالية مسرحا لاختتام البطولة الوطنية للأشبال دون الخمسة عشر عاما في رياضة التايكواندو القتالية البطولة عرفت مشاركة أربعين فريقا من مختلف أندية اللعبة خاصة بولايات واكشوت الثلاث وبعض الروابط الجهوية بسيلي بابي وأطار نختار نقول لكم هون على أن في هذا العهد الميمون جميع الأندية وجميع الاتحاديات الرياضية لدور يتم دعمها والدور الحكومة تسهر على أن الأنشطة الرياضية والمشاءات الرياضية الدور تعدل وتعود لايقة لممارسة جميع الأنشطة الرياضية بإذن الله وقد شهد حفل اختتام البطولة تقديم نزالات طالت مختلف أوزان هذه الفئة من اللاعبين بمعدل ثمانية أوزان للذكور ومذلها بالنسبة للإناث بسم ساكن التيار تشرف على أني في ختام هذه الدورة وقدم تشكراتي للقائمين على الاتحادية الموليتانية لتاكويندو وبالخصوص العميد الصوفي اللي حقيقة من خلال اللي راعوا فيه كاملين على أنه ما بيكون يرفع من مستوى هذه الرياضة على المستوى الوطني ويشرف هنا في تيار تعلن مقر الاتحادية هنا نشكر جميع اللي ساهم عالم قريب في هذه البطولة ونرجع من الله إن شاء الله التوفيق للمدربين واللاعبين والجمعيات اللي شاركوا معنا ونشكر أباء التلاميذ وأماتهم الذين حضروا في هذه البطولة الرياضة استحق الدعم استحق وجود الطيطاع الخاص فيها ولا بدالها منه لأنه بدون دعم ما تقدر رياضة توقف على مواقفة سلمت في ختام البطولة الجوائز المالية والميداليات والشهادات التقديرية من قبل الشخصيات الحاضرة للحفظ وذلك لصالح الفائزين الأوائل في نزالات البطولة وهي الجوائز التي عرفت سيطرة الفرق وأندية العاصمة مواجشور عليها وبذلك ناصر المشاهدين الكرام إلى نهاية مسائية قناة الموريتاني يعود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها وسير الصحة يستعد الجهود التي بدلت الحكومة بعد مرور عام على تسييل أول حالة إصابة بفيروسيكو في 19 في بلادنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفلات والوصرة تختتم زيارتها لداخل الواذيب وتوزع مبالغ مالية على التعاونيات النسوية بنوامغار انطلاق فعالية المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني لجائزة رئيس الجمهورية للعلوم على عموم التراب الوطني ممكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعية كما يمكنكم متابعة بثنا الإذاعي في الواكشوت عبر الموجة الترددية 101 باصل تسعى فام دمتم في أمان الله وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة